من البداية لما نعمل New Project طبعا انا علمتكم انه ندخل من Browse ونروح مثلا سطح المكتب نعمل مجلد باسمنا نروح سطح المكتب ونعمل مجلد جديد باسمنا ونسميه وطبعا نحفظ ما نروح على داخل هذا المجلد نتأكد انه اسمنا موجود هنا وأوكي لما نروح سطح المكتب هنلاقي المجلد اللي باسمنا ونلاقي بداخله المشروع المطلوب منك انك ترسليلي المجلد اللي باسمك على ايميلي مثلا او في فلاش طيب كيف ممكن ترسليه على الايميل لازم تضغطي هذا المجلد كيف اضغطه تكون محملة طبعا عندك في اللابتوب برنامج WinZip او WinRar المسؤول عن ضغط الملفات مجرد ما اضغط Add هذا هو الملف المضغوط هذا هو الملف اللي ممكن ترسليه عبر الايميل لكن بالنسبة للفلاش عادي ممكن ترسليه مجلد من غير ما تضغطيه اشتركوا في القناة